الاسلوب الخامس من أساليب النجاحين العشرة التدريب الثاني السريع من الحقائق العلمية اللي كشف عنها علم الأعصاب مؤخرا أن التدريب اليومي أن تحريك الجسم بانتظام بيرفع من التركيز بيصرع من قدرة المخ على المعالجة بيصرع من قدرات التعلم بيزيد من الطاقة بيرتقي بمستوى التفاؤل بيساعد على النوم أفضل من خلال إفراز المزيد من هيرمون الميلاتونين بيساعد على إطالة العمر من خلال إفراز هيرمون النمو HGH إضافها لحاجة مهمة جدا وهي إطالة القسيمات الترافية القسيمات الترافية دي هي اللي بتمنع الكروموسومات عندنا من أنها تتلف ودي شبه بالضبط كده الكابسولات البلاستيكية اللي بتكون موجودة في أطراف أربطة الأحزية اللي بتحمي ألياف روباط الحزاء من أنها تتفكك ومن أنه يتلف بسرعة كل ما بنتقدم في العمر أكتر وكل ما بنقرب أكتر من الشيخوخة بتبدأ القسيمات الترافية دي في التلف لكن الخبر الجيد أن التدريب بشكل مستمر بيبطأ من عملية التلف دي من أكتر الحاجات الغلطة اللي معظمنا بيعملها هو بعد انتهاء فترة العمل لما بنجي نرجع على البيت أن نستسلم لضعف الطاقة اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي ونبدأ نريح وده اللي بيكون ليه تأثير مدمر على باقي اليوم غالبا لو مساكت الرمود وقعدت على التلفزيون فباقي يومك هيكون بنفس الشكل في حين أن أنت قبل ما ترجع من الشغل لو كنت واخد القرار ومجهز لبسك الرياضي عشان تعمل رياضة لمدة من نص ساعة لساعة فده هيكون ليه أثر مختلف تماما عن الساعات الباقية من اليوم الساعات اللي معظمنا بيهمل أن هو يعيشها أصلا وبيقضيها كلها قدام التلفزيون أو هو مسك الموبايل وبيتصفح الريلز واللي بتكون سبب رئيسي في وصولنا لحالة من الاكتئاب وضعف الطاقة ولا مبلاب أي شيء وقت التدريب الثاني اللي هتعمله على مدار يومك هو اللي هيعمل لك إعادة شحن البطارية قوة إرادتك وهيعمل إعادة شحن الطاقتك وهيخليك تقدر تعيش الساعات اللي بقية من اليوم بشكل صحيح واحد من أفضل الأنشطة اللي انت ممكن تمارسها أنك تتمشى لمدة ساعة في الطبيعة وتخلي الوقت ده وقت خالي من أي إلهاء إلكتروني وتستغل الوقت ده في التفكير العميق والحصول على أفكار قيمة الفوائد اللي هتحصل عليها هيكل لها تأثير إيجابي جدا على توجهك الزهني والقلبي والصحي وحتى الروحي في مقولة مهمة جدا لعالم الطبيعة جون موير بيقول في كل تمشية في الهواء الطلق يحصل المرء على أكثر مما ينبغي لو أنت مش من الناس اللي بتحب التمشية ودول نادرين جدا فممكن تستغل الوقت ده في ركوب الدراجات الهوائية في السباحة في حضور فصل يوجا ده بالإضافة لأن الروتين ده هيخليك تحرق المزيد من الصعرات الحرارية وتسرع من عملية الأيد وده اللي هيقلل بالتأكيد من نسبة الدهون في كسمك ده كان الأسلوب الخامس من أساليب النجاحين العشرة الأسلوب السادس إن شاء الله هيكون عن جمعة المواصلات